على مدار أيام شهر رمضان المبارك يواصل طهات الجمعية الخيرية الإسلامية العمل على تحضير وجبات الإفطار وتوزيعها للفقراء والأيتام والمحتاجين وتوزع ساخنة قبيل الإفطار نقوم بإعداد وجبات ساخنة يوميا يصل تعدادها إلى 800 وجبة ساخنة توزع على موائد الرحمن للفقراء والأيتام والمحتاجين في ساعات المساء لتكون ساخنة على موائدهم للفقراء والأيتام والمساكين وهذا اتباعا بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة توزع الجمعية 800 وجبة يوميا تلبى تكاليفها بتبرعات من المجتمع المحلي وتوزعها على الأيتام والمحتاجين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم خلال هذا الشهر الفضيل الحمد لله رب العالمين يعني احنا عنا الأسر من فضل الله يعني بيجو خاص ناص بولهم بلنا ندوء أكلكو أكلكو زاكي كتير الحمد لله من فضل الله يعني مثل ما بنطبخ في بيوتنا بنطبخون ما بنغير نهائي نفس نفس البيوت فين الأكل طبعا أكل سخون مستوي محضر بطريقة مرتبة مسلبر ومشاء الله عنا طاقة مشاء الله عنه مشاء الله ربنا بارك كلهم ويزيهم الخير إن شاء الله منذ تأسيسها تلتزم الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل بتقديم برامج رعاية متكاملة للأيتام حفاظا على الطفل اليتيم والمرأة التي تعيله لتنمية قدراتهم نحو سبل عيش مستدامة والبصول بهم إلى مستوى حياة أفضل بشكل يومي يواصل طهات الجمعية الخيرية الإسلامية عملهم في تحضير وجبات إفطار رمضان وتوزيعها للمحتاجين في مشهد يعكس حجم التكافل المجتمعي الذي تتمتع به محافظة الخليل وعود سيمي تلفزيون فرسطين الخليل